مشاهدين الكرام في كل مكان بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما زلنا بنذكر حضراتكم بيوم مهم جداً هيكون يوم 18 نوفمبر وهو اليوم العالمي لصلاة لأجل العابرين تحت شعار لست وحدك واليوم دوا نحن نأمل أن يشترك فيه معنا يعني مئات الألاف بل الملايين من مشاهدي قناة الحياة في كل مكان في العالم يوم 18 نوفمبر هنشوف فيديو بمناسبة هذا اليوم ويريد حضراتكم تتذكروا هذا اليوم وتشتركوا معنا في الصلاة 18 نوفمبر 2020 رح يكون اليوم العالمي للصلاة لأجل المؤمنين بالمسيح من خلفية إسلامية اللي هو أنا واحد أيضاً منهم ونحن كتار في هذا العالم عايزين ندعيك أنك تشارك في الصلاة معنا ولأجلنا ولأجل كل المؤمنين بالمسيح وعايزين نقولك من داخل أعماق قلوبنا أنت مش وحدك الفيديو ده هتلاقوه على كل صفحات برامج قناة الحياة وعلى صفحة قناة الحياة أيضاً على الفيسبوك أشجح حضراتكم أنتم تشاركوه مع الآخرين وتشيروه حتى يعلم الكل عن هذا اليوم ويكون لهم اشتراك معنا في هذه البركة موضوع حلقة اليوم هو تكملة للحلقات السابقة وهو تحت عنوان أخطاء الدكتور منقذ السقار وده الجزء الثالث والنهاردة أخصص الرد على مفاهيم خاطئة عن الدكتور منقذ عن محبة الله ولماذا جاء المسيح وكمان هاخد جزء من ما تبقى من الحلقة الماضية لكن قبل ما تناول مناقشتي لأفكار الدكتور منقذ حابب أرجع إلى الرد على الأخت المتصلة بالبرنامج الإسبوع الماضي وهي سامة الشربيني واللي أريد جزء من إحدى الكتب وبتحاول أنها تثبت أن أخطاء الترجمة تعتبر تحريف في الكتاب المقدس بما أنه هناك أخطاء في ترجمة الكتاب المقدس يبقى هذه الأخطاء ما هي إلا دليل على التحريف بل تعتبر نفسها تحريف في الكتاب المقدس طبعا هذا المفهوم مفهوم خاطئ لكل من يشترك ولكل من يدريس ولكل من يعرف يعني إيه ترجمة في أي نص في أي نص هيتحاول أنك تترجمه هيكون في تحديات وبالأخص النصوص القديمة زي الكتاب المقدس اللي بيرجع نصوصه إلى 2500 سنة أو قبل كده أو بعد كده فإنت عندك تحدي كبير جدا تحدي لغوي تحدي ثقافي تحدي الخلفية التاريخية تحدي معاني الكلمات تحدي أيضا اختلاف الكلمة واستخدامها في أماكن كثيرة عندك هناك تحديات كثيرة جدا هذه التحديات ممكن تجعل هناك اختلاف في بعض الترجمات وممكن أيضا المترجم يخطئ بدون قصد في ترجمته لكلمة أو لعبارة فهذه الأخطاء أخطاء واردة وكل من يتعامل زي ما قلت مع النصوص القديمة يعرف هذا جيدا فعصمة الكتاب ليست مبنية على ترجمات الكتاب لكن عصمة الكتاب مبنية على المخطوطات الأصلية للكتاب تقول لي بس المخطوطات الأصلية غير موجودة وأنا هنا أسألك سؤال أو أسأل المسلم سؤال لو إحنا عندنا الدستور المصري اللي مكتوب ومنضي ومسجل النسخة الأصلية بتاعته لكن الدستور المصري تعمل منه copies اتحطت في كل المحافظات كل محافظة من محافظة مصر اخذت copy أو نسخة من الدستور المصري والكرة أو النجوع اللي تابعة لكل محافظة أيضا عملت نسخة من الدستور المصري ولو ضاعت فقدت النسخة الأصلية هل يمكن استرجاع النص الأصلي أم لا؟ بكل تأكيد يمكن هتجد بعض الاختلافات في نقل النص في النسخ اليدوي لأن الأخطاء واردة أيضا في النسخ اليدوي لكن بسهولة جدا تقدر تصل إلى النص الأصلي للدستور المصري ده بصورة مصغرة مقارنة بمخطوطات الكتاب المؤدس اللي بتتعدى فقط مخطوطات العهد الجديد بتتعدى حوالي 25 ألف مخطوطة لا يوجد كتاب على وجه الأرض له هذا الكم من المخطوطات سواء المخطوطات الكبيرة الحجب أو القصصات أو الأصفار فلا يمكن أبدا يوجد كتاب يقارن من حيث الكم المخطوطات مع الكتاب المؤدس ولهذا علم النقد النص هو علم يبحث في الوصول إلى النص الأصلي للكتاب المؤدس من دراسته للمخطوطات المختلفة من ترجمات ومن لغات كثيرة هذا أيضا وكأن القرآن عندما يترجم يخلو من أخطاء مع أنه أي دارس للقرآن في ترجمات مختلفة يعلم جيدا وجود أخطاء وأنا أقول الأخطاء الموجودة في القرآن في ترجمات القرآن ليست أخطاء غير مقصودة لكنها أخطاء مقصودة المترجمين المسلمين قصدوا أن يغيروا في النص حتى يصبح النص مفهوم أو مقبول عند القارئ الذي يتحدث الفرنسية أو يتحدث الإنجليزية أو غيره من اللغات وهجيب مثل واحد لأنه دا مش موضوع النهاردة بس هجيب مثل واحد أرد بي على سماء الشربيني وهو في الآية القرآنية الموجودة في سورة النساء والآية أربعة وثلاثين هذه الآية القرآنية بتقولي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض دا الجزء الأولاني وبعدين الجزء الأخير من الآية أنا مشاركة كل الآية بلكن الجزء الأخير من الآية بيقول والتي تخافون نشوزهن فعيظهن وهجرهن في المضاجع واضربهن دا بقية الآية فجبت أربع ترجمات إنجليزي لهذا النص والمفاجأة إنه هناك تغيير في معنى الكلام حتى أن القارئ أو البتحدث باللغة الإنجليزية ما يفهمش النص كما هو في القرآن بمعناه لأنه يبقى بالنسبة له صدمة حضرية فعمله إيه؟ فجايب ترجمة يوسف علي وجايب ترجمة محمد بكتال وجايب ترجمة محمد حبيب شاكر وجايب أيضا ترجمة حديثة اسمها كرآن أريفورمست ترانسليشن ترجمة المعاصرة أو الحديثة للكرآن طيب الأربع ترجمات دول قالوا إيه؟ أنا عارف إنه عدد كبير من مشاهدنا ممكن يعرف إنجليزي فأنا هقرأ النص بالإنجليز وهو أقوى وهترجمه يوسف علي قالك يعني إيه اللي ترجمة دي؟ أن الرجل حامي الرجال حماة ومعددين للنساء أوكي الرجال قوامون على النساء اللي جاب الرجال قوامون على النساء إلى أن الرجال حماة ومعددين للنساء طبعا كلنا عارفين قوامون على النساء بالعربي تعنيه لكن لما تحطها كبروتكتور أنهم حماة ومعددين أو ساندين للنساء يبقى أنت بتغير هنا في الترجمة ودي ترجمة يوسف علي معروفة جدا طيب آجل ترجمة باكتال باكتال قال إيه؟ المن are the charge من are in charge of women أن الرجال مسؤولين عن النساء بالزمة الرجال قوامون على النساء معناها الرجال مسؤولين عن النساء ترجمة أخرى ترجمة محمد حبيب شاكر قالت من are the maintainers of women رجال هم معضدين maintain يعني يسددوا احتياجات النساء هم maintainers of women الترجمة با الحديثة قالت إيه؟ قالت the men are to support the women على الرجال أن يكونوا معينين أو معضدين معضدين للنساء الرجال قوامون على النساء أصبحت الرجال معضدين للنساء ده كلام تتحك بيه على الإنجليزي أو على الفرنسي لكن اللغة العربية بعيدة خالص والأربع ترجمات على فكرة خطأ في هذا النس وخطأ مقصود علشان مش قادر يحط معنى كلمة قوامون عن النساء بمعناها الإنجليزي طيب نيجي بقى للجزء الأصعب من دوان اللي هو والتي تخافونا نشوزة هن إنه يعني واحدة تبقى شازة كويس يعني قصدي سلوكها بالنسبة للراجل مش عاجبه فهم أو اللي بتعمله مشاكل أو خرج عن طوع كويس يوسف علي قالك قال as to those women on those parts ya fear this disloyality اللي انت خايف من عدم ولاهم النساء اللي انت خايف إنه هما ما يكونوش ولاهم ليك طبعا نشوزة هن تحطها إيه هو هل هنا إنه اللي انت خايف من عدم ولاهم ليك ترجمة بكتال محمد بكتال قال ask for those from whom you fear rebellion تمرد اللي انت خايف من تمردهم كويس ترجمة reformist الترجمة الحديثة ask for those women from whom you fear disloyalty اللي انت خايف من عدم ولاهم طيب نيجي بقى للمصيبة الكبرى فعزهن واهجرهن في المطاجع واضربهن تلات حاجات دول يوسف علي قال admonish them كويس وبعدين refuse to share their bid إنك ترفض إنك تشارك السرير معاهم حطها بالانجليزي كده وبعدين at last أخيرا وهو يعني حطتها كده at last ما بين قصين آخر حاجة يعني آخر option عندك تعمل ايه beat them وبعدين علشان يبقى الغربي مستصاغ للتصرفات حطها حط ما بين قصين lightly بالراحة باللطف اضربهن بس باللطف هل ده المقصود؟ طيب نيجي لترجمة بكتال قال admonish them and banish them to bed وبعدين قال and scourge them المصيبة الكبرى إنه الترجمة الحديثة عملت ايه الترجمة الحديثة قالت advise عايزوا هن حطتها advise تقدم نصيحة لهم وبعدين abandon them in bid إنه يعني اتركهم لوحدهم في المضاقق أو جهرون في المضاقق وبعدين بدل ما تحط اضرب هن حطت ايه بقى and separate from them وانفصل عنهن يعني بدل ما ما يقول اضرب هن بالانجليزي ال separate from them انفصل عنهم هل دا المعنى؟ مش دا المعنى هنا بقى اقدر اقول انا كقارئ للغة العربية وللانجليزية ان هنا تلاعب في الترجمة هنا غير المعنى عن قصد حتى يقبل هذا النص في ثقافة تختلف عن ثقافة الاسلام لانه لانه في الغرب المرأة مساوية للرجل والرجل الذي يهين امرأته هيتحبس هيروح السجن محدش يقدر يضرب مرأته وياما رجال جم للغرب بثقافتهم الشرقية وضرب مرأته مجرد رفعت التليفون لقى في ترجمة الكتير المعدس اخطاء غير مقصودة اخطاء مبنية على صعوبة النص اخطاء مبنية على صعوبة الكلمة اخطاء مبنية على اوات كتيرة عدم ادراكنا للثقافة والخلفية التاريخية لكنها ليست اخطاء مقصودة كما هو واضح في ترجمات القرآن الى اللغات الاخرى ارجو ان يكون ردي هذا كافيا طيب ارجع الى موضوعنا الاساسي اخطاء دكتور منقذ السقار طيب اخطاء دكتور منقذ السقار مرة اللي فات اتكلمنا عن بعض الاشياء لكن انا عندي جزء اتكلم فيه هو عن صراع يعقب مع الله وقال انه هذا خرافة هذه خرافات وهو رافض هذا النص فخلينا نسمع الفيديو بتاعه اللي بتكلم فيه عن هذا الجزء ونرجع نرد على هذا الادعاء دكتور اش رأيك في قصة يعقوب اسرائيل عليه السلام الذي صار على الله عز وجل اش رأيك بهذه القصة هل تعتبر هذه القصة من حقائق الاديان ام انها تعتبر من تخاريف الكتب المشكلة المشكلة يا شباب من هو المتصر في هذه المصارع من الغالب ومن المغلوب الغالب هو يعقوب عليه السلام والمغلوب عياذا بالله تبارك وتعالى أسأل الله نبارك وتعالى معافاته يعني حين اقول هذا الكلام المغلوب عياذا بالله كان هو الذات العلية الرب تبارك وتعالى ولما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه مش اادر علي يعقوب ام ضرب يعقوب على فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب من مصارعتي معه ومع ذلك بقي يعقوب غالبا وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر سيبني الفجر قدن قال له لا اطلقك ان لم تبارك ما ممكن اسيبك تطلع على السمتان الا انتزع منك البركة هذا الخبر هل يعتبر من حقائق العلم انا معرفش يعني ايه حقائق العلم وهل لو طبقت المبدأ دوان يا دكتور منقذ على ما عندك من اساطير في الكرآن هتطلع برضو من حقائق العلم انوي هسيب الكرآن ده مش مجالي انا هكلم عن الكتار المعدس عندنا المتقصصين نشكر ربنا في القناة اللي بيتناول هذه الموضوعات باستفادة شديدة جدا لكن اكلم على صراع يعقوب مع الله انه النص زي ما يقول لنا يعقوب بقى وحده وصراعه انسان حتى طلوع الفجر ولما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فغزه فانخلع حق فغز يعقوب في مسارعته معه وقال اطلقني لانه قد طلع الفجر فقال لا اطلقك ان لم تباركني فغير اسمه وحول اسمه من يعقوب الى اسرائيل طيب نيجي للجزء دوان مشكلة المسلم مشكلة المسلم ان يريد ان يطبع ويفرد تصوره ومفهومه عن الله في الاسلام على الايمان المسيحي هو عنده تصور يريد ان يفرد هذا التصور وهو يعتقد ان التصوره هو صح وبقيت ايضا الايمان في المسيحية او اليهودية عن الله دي مفاهيم خاطئة وهو جايب المفهوم الصحة عن الله فعايز تفرد هذا المفهوم عليه ما ينفعش ده يا دكتور مركز وانت بتقرأ الكتير مؤدس ما ينفعش تعمل اسقاط لإلهك في الاسلام ولازم يبقى السورة بتاعته كما هي في الاسلام رأيها في الكتاب المقدس اليهود والمسيحيين يا دكتور مركز ما عندهمش مشكلة من بعيد او من قريب مع لقاء الله مع يعقوب في تكوين 32 انت عندك مشكلة دي مشكلتك انت الشخصية لكن بالنسبة للكنيسة في كل تاريخها واليهود ايضا ما عندهمش هذه المشكلة اله الاسلام ودي السورة المسلم معنا الله اله الاسلام منفصل عن البشر منفصل عن احتياجتهم وصراعتهم ولا يعتد بها ولا يساعدهم ليتغيروا ابدا ويس هو 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 بس يعني هو بس في خدمة رسول الاسلام لكن مش في خدمة البشر بقين يحلل له ما يريد ان يحلل له ويأذن له اللي هو عايزه حتى انه يأخذ زوجة ابنه ويتخذها له كزوجة كل الحاجة ربنا قاعد بس لمجرد انه يسدد احتياجات رسول الاسلام لكنه لا يعتد بالبشر ولا يعتد بصراعتهم ولا بيعتد بتغييرهم للأفضل ولا يعتد ايضا بنفسيتهم ويس كتاب المؤدس بيقدم لنا الله بصورة مختلفة بيقدم الله يهوى الاله القريب مننا عما نئيل الاله الذي يحبنا ويريد ان نتغير لنكون في ما شئته كأولاده يريد منا ان يغيرنا حتى يكون كل واحد منا بحسب ما شئته عشان كده هو يأتي لابراهيم ويجلس معهم هو يعلم صراع يعقوب مع الانانية والطمع اللي في حياته هو يعلم خوف يعقوب ايضا من اخيه عيسو هو يعلم كل هذا وهو لا يعقف متفرج لكنه يأتي ويعلم هؤلاء وتصبح هذه اللحظات في تاريخهم لحظات مغيرة في حاجة يا دكتور منقذ بنسميها the teaching moment يعني ايه teaching moment يعني في فرص كده اذا ضاعت منك ما دمفعش تعلم بعدها لكن بتعتبر افضل اوقات انك تعلم فيها اولادك يعني من ضمن الحاجات مثلا يا دكتور منقذ هضرب مثلا مش اكتر لو الولادك مثلا في العربية معاك وانت لقيت شخص عربيته عمل حدث او لقيت شخص عربيته العجل بتاعها فس زي ما بنقول في مصري او فانشر زي ما بيقول في الشام الاطار العربية فرقع والدلاب العربية فرقع فانت مقدمك اختيارين ياما ان انت تعدي ياما انت توقف تساعد الرجل لو نزلت وساعدت الرجل ده انت استخدمت تعليم اولادك درس عمرهم ما ينسو انه نقف ونساعد المحتاجين there is a teaching moment في كل مواقف حياتنا كوالدين بنستغل هذه اللحظات عشان نعلم اولادنا دروس ما ينسوهاش هنا ربنا رأى انه يعقوب وهو خائف وفي حالة رعب من اخيه عيسو وهو منفرد وهو لوحده انها فرصة فيها يتغير يعقوب الى الافضل وفرصة فيها يحول الله حياة هذا الانسان من شخص يتعقب الاخرين ويخطف البركات من الاخرين الى شخص يضع حياته بالكامل ملك لله ويفعل مشيئة الرب فلو جينا بعد ما اجتاز يعقوب بعد ما جاز افراد اسرته ودهم الى الوادي بقى وحده للصلاة وللتضرع الى الرب الاله اثناء صلاته صرعه انسان حتى طلوع الفجر وهذا الانسان اتواصل باكتر من شيء اتقال عليك الكتاب انه ملك الرب وبعدين يعقوب قال انه شخص الرب ولكنه الصورة اللي شافها يعقوب في البداية او الحقيقة اللي اختبرها انه صرعه انسان حتى طلوع الفجر الكلمة المترجمة هنا كلمة صرعه وردت مرتين في الاية 25 ويس والكلمة دي مشتقة من الفعل اباك واللي ممكن يأتي من يبقى لي كلمتين ممكن يأتي من الفعل اباك سوري يأتي من الفعل اباك اللي هو يجري او الفعل حباك اللي هو متخدم انه الكلمة يحبك او يربط معا او يحتضن ويس ساموان وهنا بنشوف انه يعقوب كان في صراعه وجهاده وصلاته كأنه كأنه يحتضن رب كأنه في يعني تداخل مع الرب في طبعا التفسير مهم جدا يا دكتور منقذ لهذه الآية موجود في صفر ياشو هوشع وفي الاصحاح اتناشر يقول في البطن قبض بعقب اخيه بيكلم عن يعقوب يعقوب عشان كده سمي يعقوب انه قبض بعقب اخيه وبقوته جاهد وكلمة الجهاد هنا تطلق في كل الكتاب ودس على الصراع الروحي جاهد مع الله جاهد مع الملاك وغلب بكى واسترحمه وحده في بيت وهناك تكلم معه جاهد هنا جاهد مع الله جاهد وعملي جاهد وغلب هذا الجهاد في جوهره هو جهاد روحي هي teaching moment لحظة تعليم ربنا استخدمها لكنه شمل على علامة جسدية حينما ضرب او لمس ملاك رب حق فغذيه اختم يا دكتور منقز بي الات يعقوب كان يصلي كلنا نتفق على كده لانه كان منفردا لوحدي لكن كمان النص بيقدم للتناقض ظاهري في النص بيبرهم هذه الحقيقة بيقول فهذا الانسان يصارع يعقوب ولكنه لا يقدر عليه ويطلب منه يعقوب مع انه يعقوب يعني هذا الانسان الكتاب يقول انه يعقوب يعني لا يقدر عليه لكنه يطلب منه ان يطلقه فكيف لا يقدر على يعقوب وفي نفس الوقت يضرب حق يعقوب ويؤثر فيه فده بيقول لي حاجة مهمة عن النص انه كان في طبيعته روحي طبيعة هذا الانسان المعلن في الكتاب المؤدس فقد وصف بانه الله ملاك الرب او الملاك فكيف لا يقدر على يعقوب لو كان الامر مجرد صراع جسدي فلو كان الله فان السماء والارض لا تقدر على الوقوف امامه فكيف يقف امامه يعقوب هذا لان الصراع كان في جوهره صراعا روحيا لكنه اعطي علامة جسدية عندما ضرب حق فغ يعقوب في ختام هذا الصراع يقول يعقوب تكوين 32 دعا يعقوب اسم المكان في نئيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت ونجيت نفسي فهو لم يقل صارعت الله بل يقول اني رأيت الله وجها لوجه هو صراع روحي في طبيعته صراع روحي في طبيعته اما الاوصاف بقى دكتور مرقز دي حاجة مهمة كلنا نعلم كاباء بسهولة جدا ممكن ربنا في قدرته وفي عظمته يصنع يصنع اشياء قد لا تكون قد لا تكون بحسب ما نحن نتخيله فهو كل السلطة وكل السلطان وكل الكدرة لكن ممكن فيه مقدرته ان يترك هذا جانبا لكي يعلم الانسان درسا لا ينسى اضرب ليك مثل من كام سنة كان ابني فيه مرحلة الاعدادية وهو مهوب في لعبة كرة السلة عنده مواهب طوله بناءه الجسدي مهاراته في لعبة السلة لكنه هو جنتل جدا مايحبش يقز حد ويخاف دايما انه ممكن يقز حد وده ماينفعش فيه لعبة السلة انت بتشوفهم قد ايه ضخمين وقد ايه اللعبة نفسها لعبة عنيفة فاي حد بهذه الاوصاف انه رقيق او جنتل انه يخاف يقز الاخرين مش هينفع فيه اللعبة دي فكان عندنا في البيت ملعب سلة في الباكيارد بتاعنا انا بحب السلة وبلعب بس طبعا مش بنفس المهارات بتاعته لكني بلعب عندي خبرة على الاقل في اللعبة بقى لي فترة فكنت لما شوفه بيلعب اطلع العب معاه وكنت كذا مرة اعمل نفسي على اني اتغلبت علشان هو يغلبني وكنت ايضا ادفعه انه يدفعني انه يبقى عنيف معايا وهو بيلعب ما يفكرش ابدا فكرة انه ازين العب لانه اللعبة فيها نوع من القوة الجسدية انا كان ممكن اغلبه لكن لاجل ان انا باخد الفرصة دي ان اعلم فيها درس ما ينسهوش ابدا وهو الثقة في نفسه والثقة في مهرته والثقة في قوته الجسدية كنت بترك الجزء انا فعليا دلوقتي ما قدرش اغلبه لانه عديني بمراحل ولما بلعب انا نص ساعة بتلاقيني بنهت ومش قادر اكمل الجيم ممكن ياخدني بالصفر من اول الجيم لأقرب لكن دي كانت تسمها لحظات تعليمة دكتور مونكس ربنا عمل كده مع يعقوب واستخدم هذه اللغة لشان يعلم يعقوب درسا يغير في حياته الى الافضل طيب اخد مدخلة وارجع اكمل معك الاخت فريال الو الو اخ اشرف اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك سلام نعمة المسيح معك واشترا الرب على امانتك وعلى جهودك ربي باركك اخ اشرف غير الامناء في حاجة دائما الى دفاع عن اكاذيك وتفكير من البائس واسقاط افكارهم وما عندهم على الاخرين فحضرتك تعرف والدكتور منذر السقار يعرف انه اي طالب في الجامعة اذا يكون عنده بحث يروح يبحث ويدور ويقرأ كتب كثيرة عن موضوع البحث وما يعتمد على تفكير فقط فلسفته لكن كما يقول الوحي الادئاهي في الكتاب المقدس هلك شعبي من عدم المعرفة والمستاذ يطلب الحكمة ولا يجدها والمعرفة هيينة للفهيم فالافضل انتفتش يا دكتور منذر السقار في كتابك عن اللي اصدره قداست وطهارت وبر الله واللي فيه مليء بالاخطاء اللغوية والجغرافية الو 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 الخط وقع طيب ممكن اخت في ريالتي تتصل بنا تاني وتكملي اللي بتقولي لكن نتنيل الى نقطة اخرى دكتور منقز مش عاجبه ابدا اعلن ان الله محبة وان الله بيحب وبيحب الخاطئ وبيرى انه احنا بكده ما بنقدمش الله بصورة واضحة وانه وانه ده عدم امانة في تقدمنا لشخص الله على انه اله قدوس يغضب وفي نفس الوقت يحب فهو بيعلق على نقطة ان الله محبة وانه ده ادعاء وليس حقيقة فخلينا نشوف الفيديو بتاع الدكتور منقز ونرجع نتكلم عن محبة الله اذا الله بحسب جناب القص يحب ويحب ويحب الى النهاية هذا الكلام جناب القص يستطيع ان يقوله كل احد يستطيع البوذي ان يقول مثل هذا الكلام يستطيع المسلم ان يقول مثل هذا الكلام يستطيع اليهودي ان يقول مثل هذا الكلام الله محب 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 الحقيقة ان الله عز وجل وفق كل الاديان بما فيها المسيحية يحب ويبغل يحب ويبغل والكلام الذي يردده القصص في الكنيسة للناس الله محبة هذا الكلام يشكل نصف الحقيقة لأن النصف الآخر أيضا بأن الله منتقب وبأن الله يبغل كما هو الحال في الإسلام فعندما يقال عن الإسلام بأن الإسلام يقدم الله الذي يبغل والمسيحية يقدم الله الذي يحب هذه في الحقيقة مغالطة وهو نوع من الكذب والاستخفاف بالناس فإن الله عز وجل في الإسلام يحب أيضا الله عز وجل يحب من يستحق المحبة ويبغل تبارك وتعالى من هو مستحق للبور وهذا الأمر موجود في الإسلام وموجود أيضا في المسيحية مع فارق وحيد أننا في الإسلام نقول في المسجد للناس بأن الله يحب ويبغل بينما في الكنيسة جناب القص يقول الله يحب ويحب ويحب طيب أديكوا شفتوا تناولوا لجوهر الإيمان المسيحي وهو محبة الله وبيحاول أنه يقدم طبعا إله الإسلام على أنه ما يختلفش عن الله كما أعلن لنا نفسه في الإيمان المسيحي في شخص يسوع المسيح وفي حياته في تعليمه في موته وفي قيمته محبة الله دكتور مونكز خليني بقى معاك هنا شوية ناخد كده درس ناخد درس في اللهوت ناخد درس في اللهوت حضرتك يمكن مدرس اللهوت المسيحي يمكن كل اللي أنت بتعمله في قرائتك الكتير المؤدس هو أن أنت تتدور على الأشياء التي تخدم غرضك وليس دراسة حقيقية في الإيمان المسيحي من حقك تغضب لأن نحن بنقول أن الله يحب ويحب ويحب إلى نهاية من حقك تغضب أن نحن بنقول أن الله محبة زي ما أعلن نفسه لنا في الكتير المؤدس لأن طبيعة الله هي المحبة ليست صفة من صفاته لكنها جوهر الله هو المحبة زي العين المريضة اللي بتكره نور الشمس فكلما الشمس تشق بيكون لهذه العين ألم فمن حقك تغضب وتتناول هذا الموضوع اللي أنت بتقوله أيضا يا دكتور منقز ينم عن عدم فهم وإدراك للإيمان المسيحي كله حضرتك مفهمتش يعني إيه محبة الله وما فهمتش الإيمان المسيحي المبني على حقيقة محبة الله فحقيقة غضب الله يا دكتور منقز وبغضته للخطية حقيقة أساسية في الإيمان المسيحي بل الأكتر من كده يا دكتور منقز لا يمكن أبدا أن نفهم الصليب وحتمية موت المسيح بعيدا عن فهمنا لغضب الله وديننته على الخطية وده واحدة من أساسيات فهمنا لعمل المسيح على الصليب مش بس محبة الله لكن أيضا دينونة الله وغضب الله على الخطية حضرتك متعرفش كده تتهمنا أن إحنا بنقدم بس الله بيحب بيحب لكن ما بنكلمش عن غضب الله بل إقرأ الكتير معدس يا دكتور منقز تجد أنه من البداية الغضب الله معلن في الأحداث التاريخية على الإنسان إذا استمر في خطيته وفي بعده وفي إثمه وفي شره نقرأ عن التفان وكيف أغرق الله الأرض بالتفان نقرأ عن سدوه معمورة وكيف أن الله أحرق المدينتين بالنار بسبب عدم التوبة نقرأ عن شعوب نقرأ حتى عن شعب إسرائيل الذي أدبه وسلمه للأعداء لأنه لم يعيش في وصائعه حضرتك مفهمتش الإيمان المسيحي عن محبة الله فاللي أنت بتقوله واللي أنت بتدايق اللي أنا أقول كده أنه الكلام دوان كلام مصاطب لكن خليني النهاردة أقولك يعني إيه الله محبة عايز فعلا أشرح لك يعني إيه الله محبة يا دكتور منقز القول بأن الله محبة يا دكتور منقز لا يلغي أبدا أبدا حقيقة كونه قدوس ويكره الخطأ لكن الحديث عن محبة الله يا دكتور منقز بيبدأ من نقطة أساسية في الإيمان المسيحي وهي ماذا فعل الله من أجل خلاص الإنسان الخاطئ إيه اللي ربنا بيعمله علشان الإنسان الخاطئ يجد مرة تانية غفران وقبول أحطها في سؤال آخر يا دكتور منقز هل الله واقف من بعيد هل الله واقف من بعيد يتفرج أم أنه كأب يتدخل لخلاص الخطأ هنا فرق السماء من الأرض بين الفكر الإسلامي والإيمان المسيحي هنا الفارق يا دكتور منقز هنا الإسلام بيروح شمال والإيمان المسيحي بيروح أقصى اليمين هنا تكمن محبة الله النقطة دي مهمة أنا عايز فعلا أخذ الوقت أشرحها لك يا دكتور منقز لأنه النقطة دي هي سبب تغيير لكل من عرف يسوع المسيح وكل من يريد أن يعرف الإله الحقيقي المحب عش كده أنا هاخد الوقت دو أشرح في محبة الله وكيف أن الإيمان المسيحي مؤسس على محبة الله يجي السؤال كيف أعلن الله محبته للإنسان أسألك السؤال دي يا دكتور منقز كيف أعلن الله محبته للإنسان الخاطئ في القرآن أتقول لي الله لا يحب الخطاة وبهذا الله لم يعلن أبداً محبته للإنسان وده اللي بيختلف عنه في المسيحي الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد فكيف أعلن الله محبته للإنسان أقول لك يا دكتور منقز الله أعلن محبته للبشر بتجسد الإبن الكلمة الأزلي شخص المسيح أتى إلينا الكلمة صار جسداً نزل إلى علامنا يا دكتور منقز متجسداً عرفنا وقتها أن الله ليس ببعيد وليس بالمجهول وليس بالمحتجب لكن بتجسد المسيح حرفنا أن الله معنا عما نؤيل في حياة الرب يسوع كلها أظهر لنا محبة الله في شفاءه للمعجزان في شفاءه للمرضى أظهر محبة الله في تعليمه أظهر محبة الله في إخراجه للشياطين أظهر محبة الله في تغييره للخطاه والأثمة والبعيدين أظهر محبة الله في إشباعه للجموع أظهر محبة الله في كل خطوة من خطوات الرب يسوع على الأرض كان إظهار لمحبة الله وأعلان لمحبة الله ما أنا وإنت أعرف إزاي إنه في شخص بيحبني إذا احتم بي الإبن إزاي يعرف إن أبو بيحبه لو هو بعيد وأبو سمع إنه هو في خطر تلاقيه رحله دي محبة فمن خلال التجسد اختبرنا محبة الله من خلال حياة المسيح أيضا ومعجزاته وحياته وتعليمه شفنا محبة الله طبعا قارن دوان يا دكتور منقزه مش هتقدر تقارن بس أنا أتحداك قارن دوان بحياة رسول الإسلام المسيح لم يقتل لم يسبي لم يغزو لم يغتصد لم يشتهي كانت كل حياته عطاء للآخرين كان بيبقى تعبان ولما الجموع تجيله وجايبين المرضى بالألاف أمامه كان بيشفيهم قارن دوان لعل الله يفتح ذهنك وقلبك فتعرف محبة الله يبقى شفنا المحبة واختبرناها في تجسد المسيح شفنا المحبة متجسدة وعيشة في علمنا في حياة المسيح على الأرض لكن شفنا المحبة مضحية عندما قدم يسوع نفسه نيابة عنه بيس عشان كده يقول لينا لأنه هكذا أحب الله العالم إلى هذه الدرجة أحب الله العالم قل لي كده يا دكتور منكز إيه هي علامات محبة الله للعالم في القرآن هي علامات محبة الله للإنسان في القرآن والإنسان الخاطئ لأنه وكده أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم الذي يؤمن به لا يدين والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد دي الآية الجوهرية هكذا أحب الله العالم بما فيهم أنت ونا وكل الإنسان كل الخطاة كل الأثمة الله دبر قلصنا وفدأنا في المسيح يسوع طيب أخذ مكلمة الأخ أسمر وهو عابر من سوريا أهلا وسهلا بك سلام المسيح سلام المسيح أخي أهلا وسهلا بك بارك حياتي ونحن أحكي إلى المسيح الخط يبدو الإرسال الوحشاوي طيب ممكن حضرتك تحاول تكلمنا تاني نحب طبعا أنه طيب أخذ بسرعة الأخت أم عمد ألو طيب طيب كمل يا دكتور منقذ الله أعلن محبته لنا نحن البشر بإعلانه في شخص يسوع المسيح أنه يحب الخطأ ودبر خلاصهم وفدأهم هذه المحبة يا دكتور منقذ لما أتكلم عن محبة الله مش بقول أن الله لا يغضب ومش بقول أن الله لم يغضب على الخطيئة بل بقول أنه غضب الله على الخطيئة ده جزء مهم لكن الله أيضا في محبته دبر أمر خلاص الإنسان فالعدل والرحمة اللي اتنين طلاقوا في صليب يسوع المسيح عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا يا دكتور منقذ ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه والرسول بوليس لنا لكن الله بيّن أظهر محبته لنا لأنه نحن بعد خطى مات المسيح من أجلنا أخذ مداخلة الأخت أم عماد وأرجع كامل هلو هلو أيوة أيوة أهلا وسهلا بحضرتك إزاي حضرتك يا دكتور ومن ومن يعني حتى ما بيختارش المهم مش علق على الحاجات دي بس طبعا بعد شرحك شرح حضرتك له بين الفرق بين الإلهة في المسيحية والإلهة في الإسلام يرجع يقول لهم ما منكم إلا وردها يعني كله 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 داخل على جهنم فأنا كنت عايزة بس من حضرتك تشرح لنا بعد خروج الروح من الجسد عندنا إحنا تبع كتابنا إحنا إيه اللي بيحصل يعني أنا سمعت إن حد بيقول إن إحنا بنغمض عدنا هنا بفتحها على الأبدية فياريت حضرتك تبقى تكلمنا سويا عن الموضوع ده طيب حاضر بكل تأكيد أشكرك يا أختي معماد طيب أخذ الأخت سامة الشربيني ألو 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 مساء الخير حضرتك مساء النور أهلا وسهلا بك أهلا بحضرتك دكتور أشرف طيب كنت إيه أعوذي شارك معاكم النهاردة لو ممكن تفضلي أنت أولا سمعت الرد بتاعت البداية الحلقة آآ آآ وعندي تعليق طيب ممكن تقولي للأول تعليقك على الترجمات دي آآ آآ ممكن أقول حضرتك تعليقي بالطبع تفضلي بس تتجيني الوقت عشان لو ما تتجيني الوقت مش حقدر حضرتك بتتصلي تتجيني الأول ينتفق على الوقت دايما بتتصلي عشان أخذ وقت عشان أوكي دايما بتتصلي في آخر عشر دقايق في البرنامج فيعني أتمنى أنه يكون الاتصال بدري شوية عشان ممكن أنا على الفكرة كنت بحاول عشان لأن أنا عندي نقطة أخرى في محبة الله أريد أن أختم بها كلامي مع الدكتور مونكس فهدي لحضرتك ثلاث دقايق عشان أبقى فير وبعدين هاخد وقت تاني لكن لو حدى المرة الجاية أهلا وسهلا بك من بداية البرنامج تتصلي وساعة من دلوقتي يعني إحنا بنبدأ برنامجنا ساعة 11 ونص يعني 45 دقيقة قبل الوقت دوا فضالي شكرا لحضرتك ده معناته أني لا أستطيع أن أرد على حضرتك في موضوع الترجمات حضرتك تعرف بالطبع الشيخ سامويل الشيخ المحترم سامويل نحن نعمل معه حلقات أنا والأخ محمد يوسل يعني كل يوم سبت وبنحب كتير جدا أن ندخل حوار أكاديمي بعيدا عن السب وعن الشتم وكل الحاجات كلها بس عشان تكون حضرتك عارف والحاجات دي يعني الأولية للناس اللي بيعملوها بصراحة دلوقتي أنا حضرتك كنت بتتكلم على وضوع محبة الله مش كده دلوقتي لو حد جدف على اسم الله أو سب الله حضرتك أنا عندكم عقوبة مش كده عقوبة للذي ياسب عقوبة للذي ياسب الله عشان أنا عندي في اللاوين 24-11 لو حضرتك شيء ده القصة اللي بتتكلم على الابن الإسرائيلية وابن المصري لما جدف على اسم الله وسب الله حلينا نشوف من 24-11 فجدف ابن الإسرائيلية على اسم الله وسب فأتوا به إلى موسى وكان اسمه شلوميت بن دبري من سب مهم إحنا إيه 16 حنروح لـ 16 ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل يرجمه كل الجماعة رجماً الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل حضرتك ممكن تقولي ده ألها وما عملهاش عشان لو نزلنا لأخر الإصحاح الرقم 23 هلأي فكلم موسى بني إسرائيل أن يخرجه الذي سب إلى خارج المحلة ويرجمه بالحجارة ففعل بني إسرائيل كما أمر الرب موسى إحنا عندنا في الكتاب المقدس تعاليم الكتاب المقدس تشريعات الكتاب المقدس إن اللي يسب الله يرجم حتى الموت ما يرجموش واحد المدينة كلها ترجمو إيه حضرتك في المحبة دي؟ طيب ده جميل جداً أنا هرد على الجزء ده وهرد عليه باستفادة خويس ممكن حضرتك ترد عليه في حلقة تانية مش مشكلة أنا قدامي خمس دقائق بس لكن أنا حابة أقولك حاجة إنه الله كان يريد من شعب إسرائيل أن يدرك أن وصياه ليست هزار وليست تهريك إنه بمعنى إنه لا تسيء استخدام اسم الرب أو أن أنت لا تحلب باسم الرب إلهك بطلاً أو أن أنت لا تلعن الرب أو لا تسب الرب إنه الرب كان يريد أن أي قانون بيتحط أي قانون بيتحط إذا لم ينفذ ما يبقاش لي أي معنى بيس وبنجد إنه ربنا لما حط النوميس لشعب عشان يبقى شعب مختلف عن باقية الشعوب حط معاها أيضاً العقاب وعشان كده بنجد إنه أول إنسان كسر السبت مات لكن هل اليهود كلهم بعد كده ما كسروش السبت؟ لا بس كربنا كان عايز يوري إلى أي مدى إنه فعلاً جدياً فيه هناك عقاب مؤجل شعب إسرائيل دفع التمن لكسره للسب ولكسره لليبيل ولي احتقاره لوصايا الرب تمام بعدها دفع كله مرة وحدة لما ربنا بعته للسب وظل هناك في السبت تم ممكن بس كلمة لو سمحت الله لا يترك الخطيئة بدون عقاب أيو لكن خلينا أكلم على محبة الله طب بس أقول لحضرتك حاجة بضل حضرتك بتقول كل الكتاب كل الكتاب موحبينه من الله صالح لتعليم وتوبيخ كل الكتاب عندنا كمان في مدى 18-5 فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل بمعنى أنا عندي الكلام ده يطبق لحد الآن بما أن يسوع المسيح أتى ليكمل ولا ينقض الناموس لا 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 في حاجات في حاجات في حاجات في حاجات خاصة لشعب إسرائيل لا يمكن أبدا تنطبق على غير شعب إسرائيل إذن كلام يسوع المقال جئتوا لخراف بني إسرائيل لا مكانش لكم سواني خليني بس لما ناخد لما ناخد النموس المساوي بكل وصايا اللي هي بتعتبر 613 وصية في النموس المساوي وعيس؟ هناك وصايا خاصة خاصة جدا لا تنطبق إلا على شعب إسرائيل أنا أأخذ النهاردة أأخذ الروح بتاعتها يعني النهاردة لما باجي بأبني بيت مش بعلي السطوح فوق ولازم أعمل صورة حوالين السطوح كان في العهد القديم كان لازم يعمل صور للحاجات دي يمكن النهاردة أنا بأعمل وسائل أمان أخرى لكن أنا مش مطالب إن أنا أعمل الوصية دي أبأخذ روح الوصية اللي كان بينفذها شعب إسرائيل العلاقة ما بين شعب إسرائيل وما بين العهد الجديد علاقة مهمة جدا وكبيرة جدا وتفاصيلها كثيرة جدا فمنفعش أخذ وصية من العهد القديم وأقول إنه أهيه النهاردة لا دي حاجة خاصة بشعب الرب أنا فيش وقت تاني عندي للأسف أنا عندي دقيقة واحدة بس كلمة واحدة سرديني عندي دقيقة واحدة فمنفعش أخذ حاجة من العهد القديم أقول أهيه أهيه يعني النهاردة أنا هل أنا النهاردة مطالب كمسيحي بحفظ يوم السبت ولو ما حفظتش يوم السبت أنا أرجم لا أنا مطالب بإن أنا أقدس يوم الرب يوم الرب دي روح الكنيسة أصلي فيه أقدم عائلتي إلى آخر الأمور دي فالعلاقة ما بين وصايا العهد القديم شيء والعهد جديد شيء آخر وهناك هذا التناغم ما فيش أبدا تعارض لكن ما كان ينطبق على شعب إسرائيل فيه ظروفه وفيه حياته وفيه علاقته مع الأمم وفيه عبادته للرب ده خاص بشعب إسرائيل ودي غلطة المسلم إنه لا يفهم النموس ولا يفهم النعمة الاتنين دول فيه تناغم مع بعض لكن أيضا هناك خاجة خاصة بنامو الشعب إسرائيل وهناك أيضا عهد نسميه عهد النعمة اللي احنا عايشين فيه والله أظهر محبته لشعب إسرائيل بمواقف كثيرة جدا وعملات كثيرة جدا لكنه أيضا أظهر حزمه وديننته على خطاياهم وعلى أثامهم وشرورهم فدي نقطة أساسية جدا فمن فضلك لما تجبي لي حاجة من عهد الأديم تجيب هالي من قارنتها لكن أنا أتكلم النهاردة عن محبة الله كيف ظهرت وأتكلم عن هذه المحبة كيف ظهرت المرة اللي جاية أكمل كلامي عن هذا الجزء المهم لأنها ده جوهر الإيمان المسيحي أن نعرف أن الله محبة هكذا أحب الله العالم هنكمل مع بعض الحلقة اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر